اشتركوا في القناة بعض الاعراض اللي بتبين او بتوضح انه والله هذا البيت مسكون بالجن او شخص مسكون بالجن بسم الله الرحمن الرحيم نحن كمسلمين نؤمن بوجود الجن وانه عالم يعني كعالم الانسان ولكنهم منفصل عنا ليس هناك ترابط او تدافل بينه بينهم الا نوع من انواع الجن الذي هو الشياطين هو الذي يوسوس الانسان وسوس له يعني افعل كذا لا تفعل كذا افعل كذا هو الوسوسة بس ولكن لا يجبره ذلك قالوا الصديق قد يكون اسوأ واقوى من الجن الشيطان طبعا صديق يسحبك ساحبا صاحب ساحب ولكن الجن فقط هو وسوس واذا انت لا تريد يعني او تذكر الله عز وجل بسم الله الله وكبر يبعد عنك طب شو الاعراض اللي بتكون يعني بالبيت مثلا نعم احنا يعني الذي نراه اذا الانسان حس انه يعني في بيته في جن او ان هناك في اشياء معينة تخيفه نقول هناك عندنا طريقة نحن اولا نحط القرآن في المنزل في البيت نحط القرآن خاصة سوت البقرة اقوى شي على الجن وعلى العين والحسد وكل هذه الامور والمس هو سوت البقرة نعم يعني حطت سوت البقرة كل يوم كل مدة وكذا فالجن الذي فيها بسموهم يعني بالعامية سكان البيوت نعم في كل مكان فيه جن يعني جن عادي لكن الجن في البيت ليس هو الشيطان في اختلف نعم الجن اقسام الجن في جن مؤمن جن كافر وفي الشياطين صح الشياطين هؤلاء دورهم فقط الوسوسة صح والجن قسم مؤمن وغير مؤمن زي الانسان بالضبط الجن أمم منقسمة طب الجن الذي في البيت قد يكون هناك يعني استدعاهم شخص معين عن طريق الشعوذة نعم نعم المشعوذ ما دور المشعوذ نعم نعم هو يلبس لباس الشيخ العالم الدين نعم ويكون تعامله كله مع الجن الكافر والجن الكافر يعني لا يخدم هذا المشعوذ إلا إذا المشعوذ كفر بالله عز وجل عرفت كيف يعني فيكون إنسان يكره مثلا يكرهك مثلا يعني يتفق مع هذا المشعوذ أن يرسل جن في البيت يعني يتعبوكي فبصير أنت تحس يعني عدم راحة نفسية طاقة سلبية طاقة سلبية كسل خمول يعني إنسان يكون يعني ما شاء الله بصحته يدخل البيت لقيه صار كسلام صار خامل شيخ بلاش تتخوفنا لا بس والله مهم بركب نعم ملاش هل ألقى عن الجن يعني طب نبلش بالأحلام نعم تفضلي الحلم الأول امرأة تحلم بأن زوجها بخيل جدا ويمنع عنها كل شيء وهو بالحقيقة مو بخيل يعني بالحلم مظلومة مظلومة يعني هي ظلمته هذه هذا نفس الشيء بسمي الأحلام الشيطاني نعم لكيف أنه بوسوس لها يشككها إن دل بالك مهما أعطاكي طرح هو بخيل هل من مزيد هل من مزيد نعم فهذا حلم شيطاني عدت يشكك بها فالأفضل شو يعني تنسى ولا تتمي طب في شاب بيحلم إنه سجان وعم بيقوم بتعذيب السجناء نعم هذا عنده ضميره حي يعني كل ما يعني كأنه آذى بعض الناس فمن داخله يعني ضميره ضميره تحرك إنه أنا أخطأت فينعكد ذلك على الأحلام حتى يستيخذ فيحش بالذنب في الواقع وحتى في الحلم فيغير من واقعه طب أيضا أحد الفتيات حلمت بيشجرة خضرة كتير سميكة ولفت جسدها وهي أطعتها بسكين الخضار حلو أكيد حلو جدا بس هم الزوجة ولا غير مزم الزوجة؟ ما بارف نتكلم عن نحتين إذا كانت غير متزوجة الشجرة الخضار إن شاء الله زوجي لها وأخضر ليش؟ رجل طيب وصالح ممتاز بسقطعت وشو؟ ليش؟ هي تعبته يعني حرام عليك إذا كنتم الزوجة يعني اهتمني يعني اهتمني شوي فيه لأنه أخضر طيب في خير أما إذا كانت غير متزوجة إذا غير متزوجة بإذن الله تعالى سيتقدم لها إنسان طيب لك شو قد أعطه ترفضه هاي المشكلة في كثير من البنات بتقدم لهم إنسان فاضل ممتاز وكذا ولكن يمتنعنا ثم يعني إذا ذهب يتندمه يتندمه نعم طب دكتور فيه رجل أربعيني عم بيحلم بإنه بأفص داخل محكمة وعم يعني إليه محاكمة عم بيقوموا بمحاكمته نعم هذا نفس الشي عنده مشكلة كبيرة محبوس فيها لم يجد لها حلا ليس له دخل لا في قضايا جنائية ولا قضايا أخلاقي ولا أي شيء هو مشكلة أنه عنده مشكلة حابس حاله فيها وما قدر شو يفتح ويخرج منها يعني لم يجد لها حلا إلى الآن لكن إن شاء الله الله يعني فرضا إنه هذا هو القفص يعني قفص نعم إنه في مشكلة أو ممكن يكون معزول مثلا عنده اكتئاب من طوي نعم نعم قد يكون مشكلة نفسية أو مشكلة مالية أو اجتماعية يعني الشيء حابسه نعم دائما ليس أجل يطلع منه طيب أيضا رجل يحلم حلم متكرر يعني أكتر من المرة حلمه بأنه امرأة عجوز محتاجة بالشارع ويقوم بإعطاءها صدقة وهي بتدعيله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني أخدم وأعطى كثير وإن شاء الله الدنيا سوف تفتح لي بالخير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حلم أنا ملاقيته ما بعرف هيك إيجابية ستة كبيرة كثير بالسن عم تحلم إنها بتدرس بالجامعة بهالعمر المتقدم نعم وسعيدة جدا نبشرها برضو إذا كانت تسمعنا نبشرها إن هي على كبير سنها إلا أنها تسمع يعني المحاضرات والندوات وبالتوفيزيون وعبر خنوات الخير كأنها تتعلم بتتقف حالها بتتقف حالها بديل على إنها امرأة فيها خير كثير إن شاء الله يعني ما رح تكمل الدراسة وماستر لا إن شاء الله فهي قد تكون يعني بعقلتها أكبر من أصحاب الدكتوراه نعم شاب يحلم إنه على خلاف كبير بينه وبين والده ومشكلة بينهم وهو بعيد حاليا بالحقيقة عن أهله آه نعم هو يعني إن شاء الله يا رب العالمين إذا رجع إن شاء الله يرجع بإذن الله تعالى يهتم جدا ببر الوالدين آه ويعني هو ممكن ينقص هذا الشيء بنه بعيد ما يتصل كثير يعني حتى كان إنسان بعيد بالاتصال يتصل عبر تواصل اجتماعي تواصل يكون قريب جدا منهم فإن شاء الله يعني يعود ليهم ويبرهم بإذن الله إن شاء الله إمرأة بتحلم بإنه ابنة الصغير بيخاف كثير منها بشكل غير مبرر يعني تغير غريزة الأمومة وبالحلم عم بيطلع لها هالأدي عم بيخاف منها برضو بالحقيقة بخاف منها؟ لا بالحلم بالحلم بخاف منها هذه متعلقة جدا بإبنها بتحبه حب يعني بطريقها عجيب جدا وتخاف شو بتخاف إنه شو يحاول إنه يعني تفقده أو يبتعد عنها هذا هي التعلق يعني مو شي سلم بالضرورة لا ما في شي خاف ما في خوف طب أيضا رجل يدخل إلى بيت وفيه جماعة كبيرة يعني أعدى وضيوف وكذا ولا شيء يدل على أنه عزاء إذا فرحة فرحة إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون يعني فيه خبر مناسب إله وما حكى سنه وعمره متزوج غير مزوج طب شيخ إذا فيه كثير ناس حتى لو غريبين إنه شيء إيجابي أيضا إيجابي لأنه بالفرح الواحد شو بيحب بالفرح يدعو يعرف ومن لا يعرف بفرحه بعرسه بخبر طيب يحب الناس كل الشارك بالفرحة نعم فهو يعني دخل ولأ الناس كثير فإن شاء الله فيه يعني خبر طيب إله بس ما أنا متزوج غير متزوج يمكن طب إذا متجوز ومو متجوز نحكي عجبه نعم إذا وإذا نعم أنا بحب تعمل إذا نعم إذا كان غير متزوج فإن شاء الله هيتجوز زواج له إذا كان متزوج وشاب ممكن يجي له ولد إن شاء الله نعم فرحة كبيرة محبوها إن شاء الله سيدة بتهدي شخص يعني مسمي لك يعني قد يكون بالعمل ما فيها العلاقة الكتير طيبة بينهن لكن بتهدي بلوزة لبلوزة يعني ثمينة لكن صدر لبلوزة كتير مؤور يعني بالنسبة لشاب هذا الشاب مش متزوج بالله أعلم أنا متأكد مش متزوج نعم شو بتغطي بلوزة؟ بلوزة دابل ما هيقل بسه الرجل فهو زوجة نعم نعم فهي عن طريقها ممكن يعني تعرفوا على امرأة طيبة وصالحة بشو حكي حكيت لون البلوزة؟ البلوزة سكني أعتقد رمادي والبلوزة مفتوحة يعني ثم يعني طير يعني أول نعم يعني دليل امرأة جميلة جدا نعم جميلة واللون هذا دليل على شو أنه المحبة بس علاقتهم بالحياة مو ميحة ما لهم يدخل بس هي حتى هتكون عن طريقه عن طريقها استواصل نعم ممكن تشوف له بنت حلال إن شاء الله طيب أيضا شيخ أحد الأشخاص اللي بيحلم بالطلق أنه عم بيطلق مثلا مرته الطلق بالحلم ميح أو مميح؟ لا ملاحنا بنا نقسل دائما كل شيء إلى قسمين قد يكون خير وقد يكون شرق هو متجوز وعنده أطفال هو متزوج فيرى أنه يطلق قد يكون من حلم شيطاني إنه شو؟ إنه يشككه إن هذا مش كويس كده فطلق غير ذلك وعامة الطلاق هو التسريح الطلاق باللغة هو التسريح ما المقصود في الحلم؟ ما المقصود؟ أنه من كثر ما يثق في زوجته يعطيها حرية مش متضيق عليها المرأة متحب بشي الرجل يتحكم بها بل يعطيها عشان الثقة يعطيها نوعا ما من الحرية ويثق بها وإيضا هي إلا تخبي عنه شيء فيكون علاقة قوية جاء الله بينهم يعني ما في طلاق لا 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 في أيضا ست بتحلم بأنها بتزرع تقوم بالزراعة وأيضا هي سعيدة كتير نعم الزراعة هو عمل صالح خضار يعني مكان أيضا نعم دائما إذا زرعت الرجلة والمرأة زرعة أو خضار أو رأى أي شيء ذلك هو عمل صالح يعني هي تقوم الآن بعمل صالح كبير عمل يرضيها شريك فرحانة يعني تعمل شيء حاس أنه فرحانة دائما الإنسان يعمل عمل طيب دائما يداخل فرحانة يطير يعني عمل الشيء فخورة فيه نعم هي فخورة في هذا الشيء طب اللي بيحلم حاله أنه عم بيطلع بجبل ومرهق وتعبان الجبل بالحلم نعم نعم دائما الارتفاع رقي حتى لو لونه أصفر حتى لو يتعب يعني التعب حتى يصل إلى مرحلة يتمناها في عمليه في مكانته في منصبه يتعب لكنه سيصل صفر طب والويديان والأماكن المنخفضة كل ما نزل مشكلة كل ما اطلع كل ما كان فيه خير نعم فهيتعب هو في حياته لكن سيصل إلى ما يتمناه نعم إن شاء الله ضل عندك أحلام نيدا في أيضا أنه الإنسان كان قبل شوي عم بذكر أحد الأشخاص لعنا أنه إله شهرين ما حلم هو بالعادي دائما بحلم بس هنأ بطل يحلم مع التعب إله شهرين ما شاء الله مشغول معجوب نعم يعني ما فيه أي مشكلة أو أنه لا لا ما فيه أي شيء أو عارض ما فيه أي شيء نعم نرجع شوي للجن نعم دكتور لأنه أيضا فيه كثير من الأشخاص بيحلموا أنه مثلا فيه جن حواليهم ساكنهم نعم يعني بيحلموا بالجن نعم الحلم بالجن أنا يعني دائما أفسره على ماذا عين عين أصابت هذا الشخص نعم فالعين ما المقصود بالعين هي إنسان حاقد على شخص آخر نعم فينظر نظرة ثاقبة يعني حارة نعم فيخرج من عين يسمه عين يخرج من عين ذي سهم حار نعم سهم يدخل في جسم الآخر فيؤثر في حياته نعم ومع الأيام وكل ما زادت الموضوع ينتقل من هذا الشخص إلى محيطه بيته فبدخل البيت بحيث أنه عدم راحة بدخل البيت يعني بحيث أنه متضايق جدا فهذا الذي يؤثر على الإنسان وعلى أمور حياته تلاحظي كثير من الناس اللي مصابين بالعين والحسد كل أموره ما تزبط صح دكتور فيه منقول أحيانا أنه ما بيحسد المال إلا أصحابه نعم ممكن الشخص بالفعل مثلا يحسد نفسه أطفاله وولاده نعم طب وشو بتكون الدلائل وكيف يطلع من هالقصة نعم وشان هيك نحن نفرق بين كلمتين بين كلمة العين والحسد نعم العين قد يكون الإنسان بيحبك أما الحسد ثقي من إنسان يكرهك ما رحبك آه يعني مثلا واحدة مثلا شافت ابنها اسم الله مورد اليوم صح يعني ممكن مثلا تصيبه بالعين نعم نعم والعين أيضا يعني أولا يكون الإنسان قد يحبه واحد ممكن يحسد ابنه من حبه آه هذا النظر فتح العين فتحت عينه هذا أيضا تخرج وتؤثر فيه نعم سهل هنا هنا ماذا واحد يقرأ عليه آية الكرسي مع وذات آه إذا يستطيع أنه هو يختسل بالماء يتوضى بالماء ويمسح في الولد ينتهي ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحضروه الرجل قد أصير بعين وقع فرسول عندما نظر إلى هذا الرجل يعرف الرسول قال ما باله أقوام يؤذون أصحابهم يعني أصحاب يعني فندى الصديقة ماذا فعلت قال لقد رأيته هو يختسل يعرف يا رجل كان يختسل في الأروح مكان بعين سبير يختسل فعجبني جسمه فنظرت إليه فوقع مجرد ما اختسل هذا الرجل وكان شبع عاري هذا كان من أشان جسمه رأى جسمه فأصابه بالعين فوقع فالرسول ماذا فعله حل بسيط لا أذى ولا عذبه ولا عطبه قال اذهب واختسل أو قاله احضر لي وضوءك فهذا الرجل الآخر توضى فغسل صاحبه ثم قام كأنه لم يحدث له معه شيء يعني اللي حسد توضى توضى وبعدين المحسود اختسل فيها وضوءه فرجع كما كان اختسل بمية الوضوء مية وضوءه مية وضوء الشخ شيخ لازم يكون دايركت وجها لوجهه أو ممكن مثلا على موبايل احنا قلنا العين من يكون من صديق وقريب وجه لوجه اما الحسد ممكن واحد عسد واحد موجود في ملد تاني يعني ممكن على الموبايل انا شاف صورته على الانسترامبوشي عشان هيك دائما انا الاخوات يسألوني بصاباتي صوبوا بعين وعسد بقولهم انتم وين كنتوا قبل اليوم يومين وكنا في فرح او كنا على الفيسبوك او كذا كذا فكون لابسة مجاهزة ماذا قدرت الله عز جل فشوف كم عين صابها اذا كان ميتين واحدة شوفك ميتين عين دخل فيها مين اللي عينه اقوال ست ولا الرجل والله الرجل شايفنا اه والله الباحث الاسلامي سموه العيان العيان دائما الرجل يحصل لكن بالعين الرجل لكن بالحسد المرأة المرأة الباحث الاسلامي ماهر حنون شكرا كتير لحضورك معنا واكيد بنشوفك الأسبوع المقبل مع مجموعة أحلام جديدة شكرا كتير مشاهدين رح نتوقف مع فاصل ونكملين معكم فقرات جولة الصباح شكرا كتير شكرا شكرا